اسا يقوم واخبركم ايه? النهاردة طريقة عمل الدخون بعطور عربية مخلوطة مع بعض بتدي نتيجة طحفاء الريحة بتكون ثابتة في البيت كم يوم تعال اوليكم الطريقة سهلة جدا بالتفصيل دي معانا المكونات بالزبط هنجيب اي دقة عود العودة اللي هنا اي خشب هيكون صالح للبخور هيكون ناعم باودر بالشكل ده كميته هتكون حوالي كوبايتين هيكون كمان معايا كوباية من السكر الباودر وكوباية من المسك الباودر نجي بقى عند الزيوت عند هنا المخلط الخاص بالبخور هي عبارة عن عطور زيتية مخلطة مع بعضه خاصة للبخور وعند هنا عود اسباني مسك ابيض والورد الطائفي في ممكن نضيف حوالي فنجان صغير قوي من ماء الورد بس انا هنا يعني حبيت اني ما اضيفش هنخلط كل المكونات اجافة مع بعض اللي هي العودة الباودر والسكر والمسك هنخلطهم مع بعض كويس قوي اشتركوا في القناة بعد ما خلطهم حسيت انه كمية كبيرة شوية انا مش هستعمل كل الكمية دي هنقص منه شوية واخليه على جنب او في استعمالات تانية او لو حسيت انه السائل اللي انا هحطه على العودة دي كتير هاخد منه معلقة وهزوده دلوقتي معايا الكمية دي كلها على بعض حوالي كباية بعد ما خلطهم مع بعض شلت منها تقريبا حوالي كباية ونص هاجيب كباية سويرة هحط عليها المخلط البخور احنا بنروح نشتريك كده من عند العطور الزيتية هنقول له مخلط خاص بالبخور هنحط حوالي طولة منه وبعد كده المسك الابيض هنحط نص طولة هنجي عند الورد الطائف الورد الطائف اللي ريحة بتخلي ريحة البخور مميزة جدا هنحط برضو منه حوالي طولة والعود الاسباني حوالي نص طولة المكونات دي هنخلطها مع بعض كويس نعملها مكس مظبوط قوي مع بعضها وبعدين هاجي احطها على المكس بتاع الحاجات الناشفة اللي انا خلطتها في الاول بقى احطهاش كلها مرة واحدة احط شوية شوية وقوم ايه فاركهم كده باديه عشان يتشرب كل حاجة بالشكل ده بالزبط وقت ما هيحتاج هزيد تاني شوية لحد لما تبقى عندنا عجينة متماسكة بتتشكل ترجمة نانسي قنقر تقريبا الكوباية ونص من خلطة العودة والسكر الباودر والمسك اخدت بالزبط فنجان كامل من الزيوت المخلطة مع بعض لو احنا محتاجين تاني اضافة زيوت عطرية هنضيف شوية بس هي كده مش محتاجة يعني حوالي كوباية ونص عليها فنجان من الزيوت العطرية اللي مخلطة مع بعض شايفين اول ما هتتشكل كده معايا عجينة هنقدر نشكلها بالشكل ده ومتماسكة هقوم نكورها وحطها في الصحن ده واخليها كده مكشوفة في مكان ضلمة لمدة يوم كامل او يومين لحد لما كلها تنشف مع بعض هي مش هتنشف قوي بس هتكون متماسكة مع بعض لان لو حطتها كده طرية في البرتمان هتسيح مع بعض ومش هتكون لها شكل ممكن نعملها مدورة كده او ممكن نعملها اقراس اللي هي الاقراس المسطحة هكور كل الكمية دي واخليها وبعدين دي بقيت الخلطة هسيبها الاستعمالات تانية بعد كده خلاص كده خلتها حوالي يومين لما نشفت شوية هجي احطها في برتمان ازاز هيكون لونه غامق وهقفل عليها من اسبوعين لتلاتة اسابيع كانها بتتخمر بتتعتق بتخرط مع بعض عشان الريحة تطلع حلوة وجميلة وبعد كده هتكون جاهزة للاستعمال والتبخير وهتشمه احلى ريحة بخور وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا